مريضة بتعاني من نصور مهبلي وبتسأل هل العملية سهلة أم صعبة مدة التعافي بعد العملية دي؟ ده من أسوأ أنواع النواصير في الحياة ده يعني مدمر للحياة لأنه بيحصل فيه إيه؟ إنه هو بياخد الجهاز التانسولي والريبرودكتف أورجنز ويبوزها يعني الجهاز اللي هو مهم للعلاقة الحميمية والعلاقة الإنسانية بيجي بوزه ليه؟ لأنه بيخرج منه براز وبراز دائم لا يتوقف وبيؤدي إلى التهابات شديدة ألام رهيبة صعوبة شديدة جدا في أن أنت تستمر به فبالتالي هل هو بقى صعب؟ أصعب جدا نصور مش سهل مستحيل يقدر يعمله في المتخصص شديد جدا راحت تم تدريب وتدريب قوي جدا على النصور الشرجي أو القولوني أو المستقيم المهبلي من أصعب النواصير في الدنيا هل سهل مستحيل؟